بعد ما طرقنا في الفيديو السابق إلى كيفية ضبط الإعدادات الـ Settings الخاصة في الـ Scanner فلانا ننتقل إلى الخطوة الأخيرة وهي عملية تسجراء المسح لأن إحنا بدينا أول شيء تصنف الجهاز وبعد ذلك قمنا بالأخذ جهاز الـ Scanner وضبطنا إعداداته ولان خلاص أنه إحنا بعد ما ضبطنا إعدادات الجهاز نجري عملية المسح ونحصل على الصورة النهائية إذن نعمل scan and get image بطبيعة الحال فنقدر نقول هنا scan and get image فأول شي نحتاج أنه إحنا نعرف شيء يسمى عدنا image file هذا أخلي قيمة null ربما أنه ما يحصل على أي قيمة من هذا القبيل وبسبب أنه أجهزة الـ Scanner أو أي جهاز ما تقدر تتوقع الخطأ اللي رح يبدأ يحدث فيه ربما أنه يصير انطفاء في الكهرباء أو عطب أو أي شيء من هذا القبيل فهذا يرجع عندك بسوء على البرنامج الخاص فيك فنضعه داخل try حتى نبدأ ناخذ الكاتش وأخذ الكاتش على exception ما عندي أي مشكلة من هذه الناحية وحتى أنه أستطيع أن أقوم بعرض message box بالإكسبشن هذا حتى نشوف أيش هو الخطأ اللي موجود ربما رح يبدأ نعرض إلى المستخدم فأقل له أوكي يعني أنا عندي message box أعرض له هذه المسج بوكس أوكي طيب إيش اللي رح نبدأ نعملها داخلي تراح حتى نقوم بهذه الفعالية بكل بساطة رح أقول أنه أنا عندي الimage file image file رح تكون يعني أنت تتعامل مع الscanner item ذكر أوكي فبالتالي أحتاج أنه أستخدم الscanner item ثم بعد ذلك رح أبدأ أعمل tronosphere tronosphere اللي هو يعني مثل ما نقول هي عملية المسح هنا فلما أنا قل له tronosphere فلازم أعطي بعض الخصائص فيما يخص tronosphere هذا أوكي فيما يخص tronosphere هذا فيمكن أنه مثلا نقوم بإعطاءه نوع الصورة اللي رح تتم عملية مسحها أو ربما من هذا القبيل بالنتيجة أنها أنا أريد صورة وقوم بوضعها داخل الimage file فأقدر أنه أستخدم عندي شيء سما عندي WAI مثلا jpg or image مثلا I think yeah يعني إحنا عندنا شيء سما عندنا WI WI آم يا فنقدر ندخل على WI.format مثلا format ID يا ثم بعد ذلك نأخذ نوع الصورة الآن مثلا نوع الصورة أخذها jpg على ما تكون حجمها جدا صغير وبدقة جيدة يعني يمكن تختار أي نوع من هذا القبيل أوكي وطبعا إيش تحتاج تحتاج أن تقوم بعملية عمل كاست فتقدر هنا أنه تعمل image image file حتى تبدي تعمل كاست أوكي آه عفوا image file كأنترفيس نهائية آم لكن هنا طبعا سطرنا في الأحمر خنشوف إيش هذا الخطأ هذا الخطأ يمكن أن يحدث بسبب أنه النامي سبيس أو الريفرانسيس الأساسية لازم تكون إنترف إمبادة في السيستم فعندنا طريقتين للحل إما نستخدم القايد القياسية كالسيسرينج أو بكل بساطة أذهب هنا على الديبندنسيس هاي خطوة جدا مهمة أذهب هنا على الكم الآن أروع على الـ Entrop WI Right Click بعد ذلك Properties بعد ذلك أروع على خاصية الـ Embedded اللي هيها Embed Introp Types وأقوم بعملية تغييرها إلى No ليش لازم تغيرها إلى No حتى يبدي أخذها بنظر للإحتبار هنا بشكل مباشر المفروض الآن يختفي يعني مثل ما تلاحظ الآن أمامك أنه اختفى عندي التصطير مثل ما تشوفه الآن أمامك طيب ممتاز الآن هذه الخطوة طبعا هذه الصورة من غير الممكن أنه تحول إلى هذه الصورة يعني هذه تختلف عنه هذه عندي image وهذه عندي image file هذا يختلف عن هذا فبالتالي أحتاج إلى عملية تغييرها عمل Convert عليه Convert image file to image كيف راح نبدأ نعمل هذا الشي بكل بساطة يمكن أنه أنا راح أبدأ أعمل image مثلا byte يعني byte من الإمج و راح أقول التالي راح أقول أنه أنا عندي image file اللي راح ظهرت لي dot عفوا image file هذه أقصدها المتغير وليس الكائن بحد ذاته dot read يا يمكن أنه يعني أعمل file data يعني أحصل على البيانات file data مثلا وأستخدم وظيفة get binary data هذه الوظيفة get binary data طيب هذه بالنتيجة النهاية إيش راح تكون عندك هذه object أنا ما أحتاجها طبعا object أنا أحتاجها تكون عندي bytes يعني مصفوفة من bytes فبالتالي كنتيجة نهائية يمكن أن أعمل cast بكل بساطة هنا بهذا الشكل حتى أبدأ أضمن عملية التحويل لأن هذه راح تعطيك binary data ولكن هذا object فبالتالي تحتاج أن تقوم بعملية تخصيصة بعد ذلك يمكن أنه بكل بساطة راح أبدأ أستخدم using كresource معينة وأبدأ أقل أبدأ أستخدم memory stream مثل ما تعرف memory stream راح أبدأ أستخدمه حتى أحول أعمل convert على ال bytes هذا اللي موجود وأقوم بتحويله لصورة أوكي في memory stream أقول ma is new from memory stream وأقوم بإعطاء إيش أقوم بإعطاء الإيميج bytes حتى يأخذه بنظر الأهتبار جيد ثم مع ذلك إيش راح أبدأ أعمل return يعني بشكل مباشر يمكن أنه هنا أفوان يمكن أنه أبدأ أعمل إيش المشكلة أوكي إدنا هنا نقوس أعمل جيد أعمل return على الوظيفة مالتي بإعتبار أنه خلاص أنا وصلت إلى النتيجة النهائية return ma يا ma.ray ليس array في الجزء الأساس يعني ما راح تبدي تنفعنا array إحنا نحتاج إلى صورة أوكي يعني يمكن أنه أستخدم image يعني يمكن أن أستخدم image.fromStream stream multi وأقوم بإعطائها ma بالتالي اللي راح تعمل هذه الوظيفة اللي موجودة عندي ضمن the class image كsystem drawing أنت تقوم بتحويل الملف ma أوكي سأقوم بتحويله إلى image بشكل مباشر أوكي هذا طبعا يعتبر عندي كتحصيل حاصل لهذه الفعالية يعتبر عندي طبعا كتحصيل حاصل لهذه الفعالية جيد ممتاز I think يعني الآن إحنا كل شي تمام من هذه الناحية وأستطيع أنه أرجع أرجع الوظيفة الأساسية الخاصة فينا اللي هي مثل ما تعرف إحنا قلنا أنه عندنا await عندنا task.run أوكي بهذا الشكل وأنزل للأسفل بهذه الصورة وقوم بوضع هذا أوكي like this ممتاز I think إلى الآن أوكي هناك مشكلة أوكي يقول أنه يقول يعني ليس كل الباث اللي موجودة تعمل الرترن على الفاليو ليس كل الباث تعمل الرترن على الفاليو هذا الكلام طبعا هو يعني إحنا في النتيجة النهائية اللي عملناه إنه إحنا عملنا الرترن على هذه الامج تشوفها الآن أمامك وخلاص هذه تعتبر عندك نتيجة نهائية أوكي فبالتالي باحتبار أنه راح يبدأ يحتبر عندي كنتيجة نهائية فأتس أوكي راح أبدأ يقول له خلاص عمل لي الرترن من هذه النقطة من هذه النقطة عمل لي الرترن وكل شي راح يكون عندنا تمام ممتاز أوكي مثل نشوف الآن كل شي تمام عدا أنه عدنا مشكلة هنا بسيطة يقول إنه إحنا ما نقدر نحول هذا أعتقد بسبب إنه إحنا لغين النه من يسئلانه عموان يمكن نعمل كاست عليها I think yeah يمكن نعمل كاست بكل بساطة لعملية تحويل هذه الـ properties جيد نتوقف إلى هذه الجلسية ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم مع عملية فحص هذه الوظيفة إذا كانت فيها أي أخطاء يمكن إنه نعالجها طبعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر